الدولة الأيوبية اللي أسسها البطل صلاح الدين الأيوبي اللي وقف أمام غرور الصالبيين وجوشهم الجرارة وقدر يسحقهم حرفيا في معركة حطين بدأت دولته تضعف بعد وفاته لدرجة أنها تقسمت بين أمراء البيت الأيوبي لغاية ما وصلت لأضعف حالتها سنة 648 هجريا اللي قتل فيها آخر سلاطين الأيوبيين توران شاه على إيد المماليك وبدأت ساعتها تظهر في الأفق ملامع قيام دولة جديدة وهي دولة المماليك اللي بدأت بسلطنة امرأة وهي شجر الدور وبعد 80 يوم بس تتنازل عن حكم مصر لعز الدين أيبك وده حصل نتيجة لرفض عموم المصريين وأمراء الأيوبيين في الشام والخليفة العباسي نفسه عن تولي امرأة حكم دولة مهمة زي مصر لكن أيبك هو كمان ما طولش في الحكم وقتل على إيد زوجته شجر الدور ولكن شجر الدور هي كمان تقتل على إيد زوجة أيبك الأولى ويتولى ابنها علي بن أيبك حكم دولة المماليك في مصر فتم إعلانه سلطانا سنة 655 هجريا الطفل بقى سلطان واللي كان كل همه الأكل واللعب وركوب الحمر في الألعة وفي الوقت ده توصل الأخبار للقاهرة ولشتى بقاع العالم الإسلامي والفاجعة القبرى بسقوط الخلافة العباسية المغول يستولى على بغداد سنة 656 وحرقوا الجوامع والمساجد وسفكوا الدماء وما فرقوش بين صغير وكبير ولا بين رجل ومرأة الكل سواسية في القتل حتى الخليفة العباسي نفسه يلفوا في سجادة ويدوسوا عليه بالخيول لغاية ما يموت فبقى حرفيا مفيش مسلم على وجه الأرض يقدر يرفع عينه في عين واحد مغولي وأصبحت وحدة المسلمين أمر يستحيل تحييه خصوصا بعد خضوع كتير من حكام المسلمين للمغول في فارس والشام والأنادول وده في رأيي واحد من أشد وأصعب بل وأخطر المواقف اللي مرت على تاريخ الأمة الإسلامية كله وكل الأحداث دي وتفاصيلها كنا تكلمنا مع بعض فيها في الحلقات اللي فاتت لكن على الرغم من كل ده إلا أن الأمة دي مهما حصل فيها ومهما عاشت من صعاب فيها رجالة وأبطال شجعان وقادة فيظهر في وسط كل الضلمة دي شعاع النور أو المنقذ البطل اللي انتشى العالم الإسلامي بالانهيار الكامل والمحقق على إيد المغول وهو سيف الدين قطز موضوع حلقة النهاردة وهنعرف مع بعض في الفيديو ده إزاي وصل للحكم وعمل إيه عشان يستعد لمواجهة المغول اللي بدأوا يتحركوا بالفعل تحت قيادته لكوخان تجاه الشام وصولا لمصر بس في حاجة مهمة كده أنا مش قادر أفهمها إزاي تبقى من عشاء التاريخ وما تكونش لسه لحد دلوقتي مشترك معنا في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل جرس الإشارات عشان تابع معنا كل جديد وتقدر دلوقتي تدعمنا في نشر التاريخ الصحيح والرد على شبهات تاريخ الإسلامي على وجه الخصوص من خلال نساب القناة والطرر المثبتة في أول تعليق وانزل بسرعة ضمر زر اللايك وانت رجعك العادة عزك تجيب وراتك وقلمك وتركز معي في اللي جاي أنا عماد الدين وانت دلوقتي على أرض التاريخ تاريخستان كلنا نعرف إنه الملك المظفر أو سيف الدين قطز إنما الملك المظفر وسيف الدين قطز وألقاب تانية كتير كلها ألقاب لقب بيها شخص واحد كان اسمه الحقيقي محمود بن ممدود ابن خوارزم شاه وبيريع نسبه إلى الأمير ممدود الخوارزمي ابن عم السلطان جلال الدين خوارزم شاه سلطان الدولة الخوارزمية اللي تزوج أخته وأنجبه القطز فقطز يبقى ابن أخت السلطان جلال الدين منكوبرتي وبالمناسبة جلال الدين منكوبرتي هو الوحيد اللي قدر يتصدى للمغول قبل القطز لكن للأسف في سبق أمور كتير ما قدرش يصمد أمامهم أما القطز في حاله كحال كتير من أطفال المسلمين وقتها اللي أخدوهم المغول وبعوهم في أسواق الرقيق والقطز يعتبر تالت الملوك من الممليك والقطز كلمة مغولية تعني الكلب الشرس وأطلقها عليه اللي اختطفوه وبعوه في دمشق والسنة اللي تولد فيها للأسف لم يذكرها المؤرخين وأقرب تاريخ ذكر في سيرة قطز كان سنة 628 لما تم اختطافه عقب انهيار الدولة الخوارزمية على أيدي المغول وبيحكي لنا أن نوايري موقف حصل لقطز بعد ما وصل دمشق وكان وقتها في رق ابن الزعيم وكان سكنوا بالقص عين فغضب عليه الشخص اللي اشتراه في أحد الأيام فضربوا على وشه ولعن والديه وجده فبكى القطز بكاء شديد جدا طول النهار وامتنع عن الأكل كمان وكان بالنسبة له الموضوع كبير قوي فلما ركب أستاذه وبعد صلاة الظهر يروحوا لوظفته صعب عليه القطز اللي كان من المماليك المميزين بالنسبة له ولو قدر خاص عنده فقال لأحد المقربين ليه يعني استرديه وأكله واعتب عليه في بكاءه الشديد ده يعني الموضوع ما يستهلش كل ده ما كانتش ضربة يعني وبالفعل الراجل رحله وقعد يلومه على بكاءه وحاول يعني يهزر معاه ويفكه كده فقال له بأكل ده من لطمة واحدة أمال هتعمل إيه لو ضربت ألف عصى أو جرحت بالسيف فرد عليه القطز وقال له والله ما بكائي وغيظي من أجل لطمة وإنما كونه لعن أبي وأمي وجدي فالراجل اللي قعد معاه استغرب أو يقال له ومن أبوك وجدك وأمك فرد عليه القطز وقال له والله أبي خير من أبي وأمي خير من أمي وجدي خير من جدي فرد عليه وقال له أنت مملوك تركي يعني كافر ابن كافرين فقال له قطز والله ما أنا إلا مسلم ابن مسلمين أنا محمود بن ممدود ابن أخت خوارز مشاه من أولاد الملوك وقال بخصوص الأمر ده ابن الجزري وتقلبت به الأحوال إلى أن ملكت ديار المصرية والشام اتعلم قطز في نون الحرب والقتال قبل الأسر أثناء وجوده مع خال وجلال الدين منكوبرتي وبعد ما تم أسره وبايعه في دمشق لأحد أسراء الشام اللي رباه تربية حسنة وتعلم في الفترة دي بقى اللغة العربية وحافظ القرآن الكريم ودرس الحديث لكن بعد ما مات أصبح قطز مملوك لابن الشخص السري ده اللي كان بيتعمد أزيد قطز بسبب الغيرة والحقد عليه اللي كان ابن واحد من أكبر معاوني العالم العز بن عبد السلام ولما جات الحروب الصلابية على الشام ومن ضمنها دمشق اللي كان موجود فيها قرر الملك الصالح نجم الدين أيوب الدفاع عن المسلمين وحرب الصلابيين فاشترى القطز من ضمن المدافعين من أهل دمشق مع الجيش المصري وكان له دور مع بقية أهل الشام في انتصار المسلمين على الصلابيين وبعدها نضم القطز إلى مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب اللي اعتبر أكتر واحد من الأيوبيين كان بيشتري مماليك في الوقت ده وبيضمهم لجيشه وحرسه فتربى قطز زي باقي المماليك اللي يتم إلحقهم بمدرسة المماليك ودي بقى فيها نظام خاص وضعوا المماليك لتأهيل وتربية الأطفال والصبيان بطريقة معينة بحيث أنهم يكونوا أشداء وعندهم مهارة عالية في فنول الحرب والقتال والفروسية والرمي بالسهام والقتال بالسيوف بالإضافة لرقوب الخيل ووضع الخطط الحربية وبيتم كمان تعليمهم اللغة العربية قراءة وكتابة ثم حفظ القرآن الكريم وبيبادئ الفقه الإسلامي وكل ده خلى المماليك من أشد المحاربين على مر التاريخ واللي كانوا مشهورين بكده فعلا بين الدول عشان كده هيبقى لنا فيديو مخصوص بإذن الله عن النظام اللي وضعوا المماليك ده أما بالنسبة القطز فساعدته التربية الإسلامية والقتالية اللي حصل عليها أثناء وجوده في الدولة الخارزمية في تفوق قطز على أقرانه من المماليك اللي اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب وقطز اللي نشأ على كراهية المغول وسمع وشاف بعنيه القتال والمعارك اللي قضها خاله في بلاد الخارزميين كل ده ساعده إنه بعد فترة وجيزة يترقب سرعة لغاية ما بقت دراع اليمين للأمير العز الدين أيبك وربما يكون أول ظهور ليه على صفحات التاريخ اللي ذكرته المصادر عن اشتراكه في قتل فارس الدين أخطاي اللي كان بينافس عز الدين أيبك في سلطته ونفوزه بعد ما أصبح أيبك سلطان مصر وده اللي خلاه يدبر له مؤامرة عشان يقتله ويتخلص من أقوى منافسي وبعدها بدأ قطز يشق طريقه على طريقة الممليك تجاه العرش اللي جلس عليه سيده عز الدين أيبك فكان مقتل فارس الدين أخطاي بمثابة علامة البداية لمسيرة قطز نحو عرش السلطنة لأن الواقعة دي رفعت من شأن قطز بين الممليك جدا وعند أيبك على وجه الخصوص لكن الخصومة اللي تحاولت لعداوة قاتلة بين المعز أيبك وزوجته شجرة الدور انتهت بأن شجرة الدور دبرت مؤامرة لقتل أيبك وتم القبض على كل من كان موجود من الخدم والحريم بالأصر وتم إجراء تحقيق في الجريمة وكشفت الحقيقة والمؤامرة فصدر قرار من المملك المعزية بقتل شجرة الدور إلا أن المملك الصالحية حالوا بينهم وبينها وحاولوا إنقاص زوجة سيدهم ولكن المملك المعزية حصروا البرد وعزموا أمرهم على قتل شجرة الدور وفي النهاية تنتقم منها زوجته الأولى أم علي واستطاعت من خلال مؤامرة دبرتها أنها تقتلها أما مملك المعز أيبك أقاموا ابن سيدهم سلطان على المملك سنة 655 هجريا ولقابوا نور الدين علي بن المعز أيبك بالملك المنصور وكان عمره وقتها 15 سنة بس وهنا يلمع نجم القطس جدا لأن المملك المعارضين لتولي سلطان الطفل الملك مصر لاجأوا إلى الأيوبيين في الشام واستجاب لهم بالفعل المغيس عمر صاحب الكرك وحاول الاستلاع على مصر وكان مع الأمير روكن الدين بيبرس البندغداري اللي كان عايز ينتقم من المملك المعزية وخرج بالفعل مرتين ولكن الأمير قطس وقتها اللي كان نائب السلطان استطاع صد الهجوم ده المرة الأولى سنة 655 والتانية 656 وكان الصراع بين الأيوبين والمملك والمملك بعضهم وبعض المملك المعزية والمملك البحرية من جهة تانية فكانت الصراعات دايرة بل مشتعلة جدا وسلطان الممليك طفل كل همه وياكل ويشرب ويلعم وفي نفس الوقت ده اللي كان المغول بقيادة هلاكوخام بيدمره شرق العالم الإسلامي وتستمر الأوضاع بالشكل ده لمدة سنتين وكم شهر والحال بيزيد من سيء لأسوأ والأخبار عملة يجي ببشاعة وجرائم المغول واللي بيعملو في المسلمين وأثناء الفترة دي يجي خبرين أسوأ من بعض الفاجعة الأولى كانت باجتياح هلاكو لبغداد وقتلوا للخليفة العباسي بطريقة مهينة سنة 656 وسفكوا الدماء لدرجة أنها كانت مغراءة الشوارع والطرقات حرفيا واستمروا في القتل والزبح وأنها بالمدة 40 يوم مستمرة أما الخبر الثاني فكان بعده بفترة وهو خبر توجه هلاكو وجيشه نحو الشام وبعدها مصر عشان يقضي تماما على أي قوة ممكن تقف أصاد المغول أو تبقى نوال المقاومة بدأ صدى طبول الحرب مع المغول يبدأ يتردد على حدود الدولة الناشئة وما كانش بوسع السلطان الصبي أنه يعمل شيء تجاه الخطر الكبير اللي منتظر بلاده في الوقت اللي كتير من الأمراء والقضاء المسلمين ما شاء الله عليهم تمتعوا بقدر عالي من الخوف والأنانية اللي مش بس خلاهم يستلموا للمغول زي أمراء السلاجقة ككاوس التاني وقلج أرسلان الرابع لا ده في منهم اللي تعاون معهم على قتل إخوانهم من المسلمين وأمدهم بالمال والسلاح والجنود زي أمير الموصل بدر الدين لقلق وفي منهم اللي مكتفاش بكده بل حاول ينتهز الفرصة عشان يقضي مع المغول على ما انتبقى من المسلمين وده اللي عمله الملك الناصر يوسف الأيوبي حاكم حلب ودمشق اللي وصل لدرجة من الرخص والخصة يصعب فهمها والأصعب إنك تدرك إن ده يبقى حفيد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي اللي ممرش على وفاته سبعين سنة فإزاي يبقى الحفيد بالصورة الدونية دي اللي أرسل ابنه الملك العزيز إلى هولاكو ومعال هدايا عشان يطلب منه قوات تساعده في مهاجمة مصر عشان يخدها من إيد المماليك ويقضي عليهم نهائيا وبكده يبقى قضع على آخر نواة ممكن تنقذ ما تبقى من العالم الإسلامي ودي ما كانتش المرة الأولى اللي يطلب فيها المدد من الكفار على المسلمين فكان عمل كده قبل الفترة دي وطلب من لويس التاسع ملك فرنسا إنه يساعده على حرب المماليك مقابل إنه يديره بيت المقدس بيت المقدس اللي كافح صلاح الدين جده عشانها فالرخيص هيفضل رخيص وسبحان الله هولاكو ما عجبوش كلام النصر يوسف وغضب عليه كمان اللي هو إزاي يبعث ابنه وما يجيش بنفسه قدامي زي ما باقي الأمراء عمله لا وكمان يتجرق ويطلب منه إنه يساعد عشان ياخد مصر اللي هي أصلا هي والشام أهداف استراتيجية بالنسبة للمهول فأرسل هولاكو للنصر يوسف رسالة شديدة اللهجة ذكرها المقريزي في كتاب السلوك لمعرف الدول الملوك وقال إنا قد فتحنا بغدادة بالسيف وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانها وأصرنا سكانها اللي هو إذا كنا عملنا كل ده في عاصمة الخلافة اللي أنت أصلا تابع ليها فأنت مين عشان تتشرط وتطلب كمان ومن ناحة تانية بيلمح له على اللي حصل للخليفة العباسي نفسه فأنت مش هتكون أكبر ولا أهم منه عادي جدا نلفك في سجدة وندوس عليك فكمل كلامه هولاكو وقال له فإذا وقفت على كتابي هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض تأمن شره وتنال خيره ولا تعوق رسولنا عندك كما عوقت رسولنا من قبل وكمل كلامه وقال له وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بحريمهم إلى مصر وده حصل بعد زقوط البلد الإسلامية واحدة للأخرى في إيد المغول إن الناس بدأت تهرب لمصر اللي أصبحت بالنسبة لهم الملازل أخير المهم إن هولاكو وكمل رسالته وقال فإن كانوا في الجبال نسفناها وإن كانوا في الأرض خسفناها وده جانب بسيط من الحرب النفسية اللي كان بيتبع على المغول ضد أعدائهم وبيكشف لنا برضو عن الخطر الكبير اللي كان بيستعد قطص لموجهته لكن المفاجأة إن رد هولاكو للنصر يوسف جاب نتيجة عكسية معاه فقرر يعلن الجهات ضد المغول واستنجد بالمماليك اللي كان عايز يحط إيده في إيد المغول قابلها على طول عشان يقضى عليهم وده موقف كوميدي جدا بصراحة لكنه كان في صالح المسلمين وده اللي أدركه قطز زي ما هنشوف بعد شوية بداية التوحد من أجل التصدي للمغول رفض الملك الناصر دعوة هولاكو مش كده وبس ده أرسل إليه رد ماليء بالسباب وقالب سياسته تجاه المغول رأصا على عقب ولما بلغوا إن المغول بيتحركوا تجاهه أرسل الناصر يوسف المؤرخ والفقيل كمال الدين ابن العديم إلى مصر عشان يستنجد بالمماليك وهنا بدت الحرب بشكل فعلي تطلب وجهها المرعب على ساحة السياسة في مصر ولما وصل القاهرة ابن العديم رسول الملك الناصر الأيوبي عقد المماليك مجلس بالألعة حضر السلطان الصابي نور الدين علي وحضره كمان كبار رجال الرأي من الفقهاء والقضاء والأمراء وقادة الجند وغيرهم وكان منهم سف الدين قطس طبعا نائب السلطان وشيخ الإسلام العز بن عبد السلام ولما عرفوا تطورات الأوضاع من ابن العديم قالوا لابد من سلطان قاهر يقاتل المغول وهذا صابي صغير لا يعرف تدبير المملكة واجتمع الأمراء الكبار وأعيان العساكر على نفس الرأيه إنه فعلا لا غنى للمسلمين من ملك يقوم بصد هجوم المغول وينقذ ما تبقى من العالم الإسلامي خصوصا بعد تأكدهم إنه لاكو تحرك بالفعل تجاه الشام وإنه لو أنا يتوقف إلا لما يقضي على مصر كمان وباقي ممالك الإسلام ونفض المجلس على كده سلطانة سيف الدين قطس يوم السبت 24 في القعدة سنة 657 قابت قطس على الملك المنصور نويد الدين علي هو واخوه وأمه واعتقالهم في أحد أبراج الألعا وبكده أصبح قطس سلطان المماليك وده أسباب كتير قوي تجعله أنسب شخص في الوقت ده منها أنه نائب السلطان وكان الدراع اليمين للسلطان اللي قابله وزعيم الجيش بالإضافة لشجاعته وفروسيته وغيرها من الأمور اللي كانت مخلية كل الناس بتحبه فرد بيه الأمراء الكبار وأجلسوه على سريل الملك ولقبوه بالملك المظفر وكل ده حصل بحضور كمال الدين ابن العديم فقام قطس برد الرسالة على الملك الناصر يوسف الأيوبي بأنه هينجده ولن يتقاعص عن نصرته ورجع ابن العديم إلى دمشق عشان يبلغ الملك الناصر يوسف باللي تم لكن مش كل الأمراء كانوا راضيين بسلطانة قطس وقبضوا على الملك المنصور فبعضهم أنكر علي ده فوضح لهم قطس أنه عمل كده بناء على المجلس اللي تشاوره فيه مع بعض أنه نور الدين علي لا يصلح فعلا لقيادة البلاد في الوقت الحالي وقال لهم نص انقذة وإني ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التطر ولا يأتي ذلك بغير ملك فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم أقيموا في السلطنة من شئتم فقطس أعلنها بوضوح إن المهم دلوقتي مش مين يتولى الحكم ولكن المهم هو إزالة الخطر المحقق ننتصر عليهم الأول وبعدين اختاروا اللي انتوا عوزينه ده مش وقت تفرق بل وقت اتحاد على هدف أعظم وأهم وصيرت قطس فعلا بتدل على صدقه وإن هدفه هو الانتصار من أجل هذا الدين وإن رغبته في قتال المغول أكبر بكتير من رغبته في الملك المغول اللي دمره بلاد الإسلام بوحشية ما شافش زيها حد قبل كده واستعد قطس للمواجهة دي استعداد لا مثيلة له جمع فيه القادة والعلماء وحتى عمت الناس حواليه من أجل هدف واحد وهو الجهاد ضد المغول وهنا يبدأ فصل جديد في تاريخ دولة الممليك والتاريخ الإسلامي عموما بسلطنة الملك المظفر سف الدين قطس أو محمود بن ممدود ويظهر معاه أول شعاع نور بعد فترة كانت مليئة بالظلام بس يا ترى إيه اللي حصل بعد كده وعمليه قطس عشان يقدر يتصدى للمغول ومين ساعده وقف معاه ومين تخزل عنه وعن نصرة الإسلام في الوقت ده اللي كانت في الأمة كلها قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام وإيه اللي حصل في الشام وعمليه لكو لما عرف في التطورات دي كلها كل ده أكتر هنعرفه مع بعض في الحلقات الجاية وإذن الله ومعادنا دلوقتي مع سؤال الحلقة تفتكر للوقت الحالي اللي احنا بنعيشه دلوقتي هل يعتبر هو أصعب ولا الوقت اللي قطس بدأ يستعد فيه لمواجهة المغول أصعب منتظر رأيكم في التعليقات تحت وفي النهاية لو كنت من عشاء التاريخ تشترك معنا في القناة وكنت من استدعى العضاء دعمنا بلايك وفعل الجرس وشبك داما معنا في كل جديد وتقدر تدعمنا في نشر التاريخ الصحيح والرد على شباية التاريخ الإسلامي على وجه الخصوص من خلال الانتساب للقناة والطرق المثبتة في أول تعليق ما تنساش تبص بص على المصادر وشوفكم على خير في فيديو جاي على أرض التاريخ تاريخ السلام السلام عليكم اشتركوا في القناة